السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام النهاردة تم توجيه رسائل قوية جدا إلى تركيا وخاصة أردوغان نتيجة أعماله للسفزازية في المنطقة وخاصة منطقة شرق المتوسط وده كان خلال الكمة السلاثية الثامنية التي عقدت بين مصر وكبرس واليونان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القمة تطرقت إلى بحث سبل التعاون السلاثي المشترك بين الدول السلاث سياسيا واقتصاديا وتجاريا من أجل أن يكون تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هذه الدول السلاث القمة تطرقت إلى العديد من القضايا والملفات الشائكة أبرزها آخر تطورات فيما يتعلق الوضع في سوريا والوضع في ليبيا والحقيقة مصر بتنظر إلى الوضع في ليبيا بالتحديد على أنه أمن مصري خاص وخاصة أن القيادة السياسية في مصر سعت خلال الأونية الأخيرة إلى طرح العديد من الرؤى والحلول من أجل عودة الحياة السياسية واستقرار الأوضاع في ليبيا وده نتيجة هذه الجهود اللي قامت بها القيادة السياسية في مصر عن طريق إعلان القاهرة توصل إلى عقد هدنة بين الأطراف في ليبيا وده تحديدا ما تنادي به مصر أن يكون هناك توافق داخل الأراضي الليبية من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية اللي بتهدد أمن المنطقة وبتهدد ليبيا بالتحديد وبتحديدا أمن ليبيا يعتبر من أمن مصر أيضا من القضايا المهمة جدا اللي تكم التطرق إليها النهاردة فيه القمة السلاسية التي عقدت قضية سد النهضة قضية سد النهضة بصراحة أنا عايز أتكلم فيها بالتحديد القضية هذه مصر تعاملت معها باحترافية وعقلانية شديدة رغم التعنت الإثيوبي اللي بيرفض أي محاولة إلى الوصول إلى اتفاق من أجل أن يكون هناك اتفاق على قواعد ملء السد الحقيقة مصر بتتعامل بكل احترافية وبكل عقلانية ولا تنجرف وراء يعني اللي عايز أسميها وراء ما يروج في الإعلام الإثيوبي بأن مصر ترفض التنمية الاقتصادية وده غير حقيقي بتحديدا لأن مصر أكدت أكثر من مرة أنها مع التنمية الاقتصادية في إثيوبيا ودول أفريقيا ولكن دون أن يكون هناك ضرر على دول مصب النيل ومصر أكدت أنه لن يتم المساس بالمياه النيل والحقيقة أنا عايز أتكلم برضو أن القمة كمان أقدم تطرقت جاءت في وقت في تهديد واستفزاز من قبل تركيا عندما أعلنت عودة سفينتها من أجل التنقيب عن الغاز في منطقة شرق الأوسط وده يؤكد استمرار تركيا في انتهاكها وفي محاولة سرقة والتعدي على سيادة الدول في كبرس واليونان والتعدي على سرواتهم والحقيقة هذه القمة وجهت رسالة قوية إلى أردوغان بالتوقف عن هذه العمليات التي يقوم بها من أجل التوترات في المنطقة وده دفع من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الأيومين اللي فات وأنه هو يوصل التهديدات إلى تركيا بأنها إن لم تتراجع عن ما تقوم به سيفرض عليها عقوبات ونبس مش الاتحاد الأوروبي فقط فرنسا وألمانيا وأمريكا أكدت أن تركيا تريد أن تصير تريد أن تجعل منطقة الشرق المتوسط في توطر مستمر والحقيقة دي رسالة قوية للاتحاد الأوروبي بأن هذه الدول حريصة على أمن الشرق المتوسط ورسالة إلى كل من تسول له نفسه إلى إصارة القلاكل وأن هذه المنطقة مهمة جدا لمصر وحقيقة لو تابعنا اللقاء النهاردة وشوفنا الصور تؤكد على أن هذه القمة قمة الأقوية قمة الأقوية وده الكلام اللي حبيت أقوله عن هذه القمة وخاصة أن إحنا بتربطنا علاقات قوية جدا بين كبرس واليونان علاقات تاريخية هذه القمة كانت بداية عام 2014 النهاردة كان فيه خبر برضو مفرح جدا عن الخبر ده بيتكلم نهاردة الخبر ده كان بيتكلم عن المستشار النائب العام حماد الصاوي أمر بإحالة المتهمين بقتل فتاة مريم فتاة المعادي اللي أصارت غضب الحادثة دي هذه هذه الحادثة أصارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحكمة الجنائية الخاصة وده صراحة يعني ده تعتبر بشرة خير وخطوة من الخطوات الأولى لتنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء والحقيقة حادثة المعادي حادثة بشعة جدا وده إحنا موضوع حلاقيتنا النهاردة اللي هنناقش فيه انتشار معدلات الجريمة في الأولى الأخيرة بقنا كل يوم بنسمع عن خبر حوادث قاتل وده بيؤكد إن إحنا لابد أن نرصد هذه الظاهرة وأن نتصدى لها ونعرف فيها أسبابها ونضع لها الحلول من أجل منعها أو كبحها يعني الحقيقة ما فيش مجتمع بدون جريمة ونفيش مجتمع مثالي برضو الجريمة موجودة في كل المجتمعات مش في مصر بس الحصائيات اللي صدر عن وزارة الداخلية عام 2018 بتتحدث إن مصر في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 26 عالميا والمرتبة 8 أفريقيا وإن جرائم القتل العامد وصلت بنسبة 130% وإن السرقة بالإقراف وصلت إلى 350% وإن فيه 92 ألف بلطجي في مصر وإن المسجلين خطر زادوا بنسبة 55% أنا عايز أتكلم إن هذه الأحصائية مش خليك نخاف شوية آه إحنا فيه مشكلة ومسكرة بتسير القلق ولكن مجتمعنا بخير مش معنى إن فيه حوادث بهذه البشاعة إن إحنا ده لا المجتمع بقى منحل والمجتمع بقى لا يوجد به إنسانية لا هذه أفعال من قبل أشخاص لا يعرفون الإنسانية فقدوا أدمياتهم بيكون هناك عوامل أخرى وراء هذه الحوادث وفي الحقيقة أنا معايا أضيف في هذه الفقرة بتحديد أن نتكلم عن اتفاع معدلات الجريمة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستنافع العالي ومجلس الدولة الحقيقة النهاردة يعني السيد المستشار النائب العام حمد الصاوي يعني قال خبر مفرح لمصريين بالقرار اللي هو أصدره بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة الجنة أي أول بعض قال لك خلاص دي مريم هتاخد حقها وده بداية لتنفيذ حكم الإعدام إن شاء الله في هذه فعالاء المجرمين عايز تعقب حضرتك على هذه الواقع بالتحديد شورتها إزاي والأسباب الحقيقية في انتشار معدلات الجريمة تمام أول خبر اللي صادر من مكتب السيد المستشار النائب العام أسلج صدور المصريين كلهم حضرتك الحادثة بشعة وشغلت الرأي العام المصري نظراً لبشعت الحادثة حضرتك وإن شابة عندها 22 سنة أو 23 سنة اتعرضت للسحل وإن هي ماتت تحت عجل العربية السيارة اللي استخدموها المتهمين وبالتالي هذا الخبر أفرح أو يعني ريح المصريين على أساس هؤلاء المتهمين يعني ياخدوا الجزاء المناسب عن الجريمة البشعة اللي ارتكبوها في حق فتاة المعاتي طب ارتفاع معدلات الجريمة في الأولى داخيرة ويصير مخاوه في البعض تمام عايزة أعرف من حضرتك إيه الأسباب الحقيقية وراء تمام ارتفاعها في هذه الأولى تمام حضرتك أنا معايا جريدة لو تصفحت جريدة الأخبار هتلاقي تطبيق يعني تطبيقا لكلام حضرتك صفحة الحوادث مكتوفة هي المؤبد لأمين شرطة وشقيقه قتلوا طفلا وأصابوا سيدة الأمن العام يكشف غموط جريمية قتل بالجيزة والقليوبية جهود مكسفة للتوصل إلى قطرة عجوز وفتاة بالشرقية قتلوا بسبب قطعة حشيش حبس فتتان لقتل مهندس بالتلاتين طعنة لسرقته الاعدام لتلات رجال وسيدة لارتكابهم جريمة قتل كل الحاجات دي موجودة في جريدة الأخبار في صفحة الحوادث يعني كل الحوادث منصبة على جريمة القتل جرام القتل حضرتك زادت بنسبة كبيرة جدا بعد صورة 25 ينايا في أعقاب الإنفلات الأمني اللي حصل وحرق الأسام ومراكز الشرطة والمحاكم وبعض مؤسسات الدولة وطبعا بالإضافة خروج ومش خروج هروب المسجلين خطر البلطجية اللي عليهم أحكام بالإعدام والمؤبد ولي كانوا متهمين في جرام القتل كل الأمور دي زادت بنسبة كبيرة وسهمت في انتشار وزيادة جرام القتل بصفة عامة طبعا العلاج بتاع المشكلة دهية انتشار البلطجة وجرام القتل برضو لها بعض الهالي الإحصائيات هالي الإحصائيات اللي احنا تحدثنا عنها تصير القلق والمخاوف ولا لا ولا ده أمر طبيعي وارد اللي يكون في حوالي الجريم حوالي إعدادنا تعدى هو لو قرنت جرام القتل قبل الصورة ببعد الصورة هتلاقي قبل الصورة بتاع 25 نناير كانت الأمور نوعا ما هادية اللي زادت جرام القتل حضرتك اللي انفلات الأمني اللي حصل وحرق الأسام ومراكز الشرطة البلطجية طبعا واللي هربوا من السجود كل الأمور دي زادت بنسبة كبيرة ولكن بأمر الله مع التواجد الأمني المكسف وانتشار الدوريات الأمنية وانتشار الأكمنة وتنفيذ الأحكام القضائية على هؤلاء المجرمين القتل البلطجية الأمور بأمر الله هتعود لنصابها الطبيعي والمعدلات الطبيعية يعني دي يعتبر دي ظروف استثنائية فيما بعد بالتدريج هيتم القضاء على هؤلاء البلطجية بتنفيذ القانون والقضاء عليهم وفقا لأحكام القانون فيه سؤال عزيزي أسأل حضرتك يعني المشكلة الحقيقية هنا فيه بقى أن أنت بتجد أن هناك مسجل خطر بيعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة السؤال اللي أحب عايزي أتروحل حضرتك هل ما بقاش خوف ما بقاش هناك خوف من العقوبة ولا العقوبة ما بقاش كافية ولا نحتاج إلى تغليز عقوبة طبعا يعني هنحتاج لتغليز عقوبة بالإضافة لتنفيذ العقوبة ما هو ده المسجل الخطر أو البلطجي لما يصدر عليه حكم قضائي وهذا الحكم يتنفذ هيكون عبرة ليه والأمثاله أما لو ما تنفذ الحكم وفضل طاليك وهربان ناس البلطجية اللي زيه هيقلدوه هيقولك هو ده ارتكب جريمة وعمل 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 ومحدش أبض عليه خدت البل حضرتك وبالتالي ماشي لو تحبس وعضل عقوبة وطلع وارتكب جريمة تانية في هذه الحالة يعتبر المتهم حاجة اسمها في القانون وفق النص المادة 49 من قانون العقوبات متهم عائد المتهم عائد مضمونه إيه إن هذا الشخص ارتكب جريمة وبعد قضاء العقوبة ارتكب جريمة أخرى في هذه الحالة يجوز للقاضي وفق النص المادة خمسين من كل العقوبات الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة وبالتالي ده فيه يعني بالترى إيه فيه تغليص للعقوبة يعني لو المتهم عائد الارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه بحكم بات في جريمة أخرى سابقة في هذه الحالة يعتبر المتهم عائد ويعقب يعني بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة طب عايزين نتكلم في العقوبات ايه؟ تمام مثلا عقوبة السرقة بالإقراه بتصل إلى حد تمام عقوبة السرقة بالإقراه وفق النص المادة 312 عقوبات تصل للمؤبد تمام ولكن بشروط هذه الشروط أن تتم هذه السرقة من شخصين فأكثر الشرط الأول نعم نعم أن تتم ليلا السرقات التي تتم ليلا أن يكون السرقون يحملون أسلحة معهم أثناء ارتكاب جريمة السرقة أن يدخل السرقون المنزل أو مسكن عن طريق تصور الجدران أو اصطناع مفاتيح أو التزيئ التزيئ بزي رجال الشرطة أو يكون معهم أمر مزور لأحد الجهات الحكومية كل هذه الأمور كل هذه الأمور بتجعل السرقة بالإقراه يتحكم فيها بالمؤبد بالمؤبد ده أقصى عقوبة بالمؤبد تمام ولو أصفر السرقة لو أصفر السرقة عن جناية قتل هيبقى الإعدام 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 اقترد بجناية أخرى هيبقى الإعدام لو اقترد زي الوقاعة اللي حد فيها يعني زي الوقاعة بتاع فتاة المعادة دي حضرتك وفقا لبيان المستشار السيد المستشار النقب العام هيتم معطبة المتهمين وفقا لأحكام نص المادة 234 من قانون العقوبات المادة دي ممكن أقاراها لحضراتك يا سيد محمد من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلاتها جناية أخرى ده نص المادة 234 وفقا للبان الصدر من مكتب المستشعر النائب العام يبقى تنطبق هذه الحدثة على نص المادة 234 وأتمنى وأتمنى أن هؤلاء المجرمين القتلة البلطجية يتحكم عليهم بالإعدام عشان يكون عبرة لأمثالهم وما يتكررش الموضوع ده تاني مع أي حد حضرتك احنا كل الناس معرضة أنك تبقى ماشي في الشارع معك شنطة معك موبايل ممكن هؤلاء المجرمين يخطفوها منك ومع التشبس بالحاجة دي ممكن يحصل للناس زي اللي حصل مع فتاة المعادة وبالتالي لما يتحكم على المجرمين القتلة بالإعدام هيكون عبرة لجميع البلطجية والمجرمين وما يتكررش هذا الفعل مرة أخرى بالنسبة لهذه المادة هل فيها صغرات ممكن ينجو فيها الفعل بفعلاتي ولا خبعا عشان نتكلم في موضوع الصغرات أنا سيد محمد أنا ما أعرضش المحضر ولكن بأمر الله التهمة سبتة وفقا لأقوال الشهود وفقا لكاميرات اللي صورت الحدثة تفرغ الكاميرات صورت الحدثة وأقوال الشهود حوالي قريبا وفقا لبنان السيد المستشارة النهب العام حوالي سبع شهود كل الأمور ديت كل الأمور ديت هتقود المتهمين بأمر الله للإعدام تمام عايزة أحسن من حضرتك برضو عقوبة اللي بينص عليها القانون في الجرائم اللي احنا متكلم عنها زي مثلا ترويع المواطنين وده بعينها بنشوفه خلال الفترة واحد بقى بيحب يسجل فيديو لترويع المواطنين بتخوفهم تمام الجريمة العقوبة هنا محددة بإيه وخصوصا ده بقى منتشر بالكثافة على جريمة البلطاجة معاقب عليها طبعا بعد ثورة 25 يناير والإنفالات الأمنة اللي حصل استدعى تدخل من القوات المسلحة اللي كانت بتدير شؤون البلاد في هذا الوقت أصدرت مرسوم بقانون رقم 10 سنة 2011 هذا المرسوم بقانون بالإضافة لنص المادة 375 عقوبات هذه المادة وهذا المرسوم بقانون بيعاقب البلطاجة وطبعا عقوبة البلطاجة لها عقوبتين عقوبة بسيطة تمام وعقوبة فيها ظرف ومشدد العقوبة البسيطة لا تقل حبس المتهم أو المتهمين بعقوبة لا تقل عن سنة أما إذا كان فيها ظروف مشددة فإن العقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين الظروف المشددة اللي قال عليها المشرع في عقوبة البلطاجة أولا أن تتم هذه الجريمة أن تتم هذه الجريمة من شخصين فأكثر يعني إذا تمت الجريمة من شخصين فأكثر ده ظرفه مشدد الأمر الثاني استخدام الجناه لأسلحة أو عصي أو أي آلة حدة تحتبر برضو ظروف مشددة الأمر الثالث إذا استحب الجاني إذا استحب الجاني أي حيوانات متوحشة الحيوانات المتوحشة ممكن تكون حيوانات مفترسة زي مثلا السود النمور الزئاب الحيوانات الغير مفترسة كالكلاب والخيول والفيلة في جميع الأحوال هذه برضو ظروف مشددة حضرك أنت لما بتشوف تلاحظ تلاقي فيه شباب مصطحب كلب شكله شكله يعني ما احترام المعليك ممكن الشخص يتسرع لما يشوفه ده في حد ذاته ظرفه مشدد انتشرت بصورة كبيرة موضوع الكلاب المتوحشة اللي الشباب ماشين بيها وبيتباهوا بيها ده المفروض المشرع يغلص العقوبة هو فعلا ظرفه مشدد الظرف المشدد الخامس الاستخدام المتهمين لمواد حارقة أو كاوية أو مواد مخدرة أو حبوب منومة برضو ظروف مشددة المواد الحارقة زي زي الملوتوف زي مية النهر كل الامور دي برضو ظروف مشددة الامر الخام السادس في الظروف المشددة لجريمة البلطاجة انتقع لهذه الجريمة على انسة باحتبار ان الانسة مخلوق ضعيف ما يتحملش التهديد والتلوح بالعنف الامر السادس انتقع الجريمة على حدث والحدث هنا الذي لا يتجاوز سنه 18 سنة 18 سنة يعتبر في نظر قانون طفل وبالتالي هذا الحدث لا يستحملش طبعا التلويح او التهديد بالعنف اللي منصوص عليه في نص المادة 375 عقوبات دي الظروف المشددة المشرع بيعقون فيها على البلطاجي بعقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات هل دي كافية؟ يعني انا اروع مواطن هل دي كافية؟ على ما اعتقد يعني على ما اعتقد ان هي كافية بس اهم حاجة انها تتنفذ لما تتنفذ على هؤلاء المجرمين القتلة كلهم حضرتك هتلاقي هتلاقي الامور رجعت للنصابها العادي والامور الهديت وتلموا كل البلطاجية والمجرمين وتحطوا في السجود ماشي انا مع حضرتك نفذ عليه العقوبة وتم توقيع العقوبة تمام هيرجع تاني هيرجع تاني من اقولت لحضرتك هيرجع تاني احتمر عائد طبعا انا ليه ما اعملش رضع من البداية تمام عشان يطلع يخاف ما يكررش فعلته مرة تانية تمام هل القانون محتاج لتعديل ممكن عشان احنا احنا بقنا منشاهد حاجات غريبة والله اذا اقتلت الظروف والله هو هو التشريع او القانون مش نص القرآني يجوز تعديله وفقا للمتطلبات وفقا للظروف وفقا لو الموضوع زاد عن حده يتعدل وتتشدد العقوبة يعني ما فياش اي مانع ولا فيه اي مشكلة انه يتم تشديد العقوبة حسب الظروف وحسب المشارع رؤيته اذا كان الامور زادت عن حدها يجوز تشديد العقوبة زي ملتطل حضرك يعني القانون او النصوص التشريعية مش قرآن وبالتالي يجوز تعدلها هل هناك يعني معدلات الجريمة هل هناك في دور في الأسرة العلول البداية هل هناك في دور للأسرة وخاصة انحنا بنجد ان هذا الشخص من أسرة كويسة بس بيتكب جرم هل التربية تساهم في ارتفاع يعني لو التربية غير سليمة او سوية وتساهم في ارتفاع معدل الجريمة لدى الشخص نفسه حضرتك جريمة البلطجة او الجريمة عموما طبعا لها عدد أسباب او عوامل تمام من ضمن هذه العوامل عوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية تمام وعوامل ثقافية وعوامل الديمقرافية العوامل حضرتك الاجتماعية النشأ البيئة اللي الشخص نشأ فيها قد تكون الأسرة رب الأسرة فيه منفصل عن زوجته أو وجود حال الطلاق كل الأمور دي ممكن تدفع ابنه أو الصغار العامل النفسي العامل طبعا لما يكون فيه تفضل فيه حاجة هناخد بس معنا الدكتورة ساوسن طرح نتكلم عن عامل نفسي الدكتورة ساوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أهلا بحضرك يا فندم اهلا بيك أهلا بحضرك احنا يا فندم نتكلم عن معدلات الجريمة في مصر وخاصة احنا بقينا منسمع ومنشاهد الصحف يوميا ومنراها احنا يوميا منسمع عن حادثة قتل أو حوادث عنف شايف حضرتك ازاي معدل الجريمة في مصر وهل هناك إحصائية لدى المركز القومي للبحوث الجنائية يعني عموما أنا عايزة أقولك إن المركز مش منوت به الاطلاع على الإحصائات ده بيبقى الأمن العام هو اللي بيقرر الإحصائات دي إنما مش من اتماماتنا يعني لكن نرجع لموضوع الجريمة يعني أنا شايف إن الجريمة المعاصرة بتتسم بالبشاعة وده نتيجة أعمام المتعددة متشابكة ممكن تتتمع كلها بأوزان مختلفة وأهمها طبعا مسألة أزمة القيم عشان بنعاني من أزمة القيم وضعف الضمير فضلا عن إنه فيه ضغوط مادية واقتصادية مع صراع الطبق الثقافي في ظل تطلعات لا نهائية فيه تنفسية طول الوقت ما بين الطبقات فيه تطلعات لا نهائية مع التقنيات الحديثة وطبعا فيه عندنا تنامي لحزام العشوائيات وده بيورد لنا طبعا الجريمة بشكل يعني حقيقة مكسفة عن ما قبل وده الجديد يعني إنه ما كانش قبل كده فيه عندنا الثقافة العشوائيات اللي بتهدد المجتمع إن هي بتطوق المجتمع بحزام بجانب طبعا فيه أمراض نفسية دي يعني محتاجة ثقافة لإنه يبقى فيه أفراد الأسرة فاهمين إنه ده محتاج مساعدة لكن للأسف الناس بيقولوا ده طبعه ده ما هو طبيعته كده وما بيفهموش إنه محتاج لمساعدة وعلاج نفسي ده مهم جدا في الموضوع تعالى بقى سوف حضرتك فيه ضعف للردع الردع القانوني نعم ضعف الردع القانوني وخاصة في المناطق العشوائية فيه أهم بقى حاجة ودي بصراحة أنا شايفها مهمة جدا جدا وهي الإدمان انتشار الإدمان بشكل واسع جدا ما بين الشباب والشبات كمان تعالى حضرتك لما نطلع على الميديا ونشوف بقى إنه بيبقى المشاهد بتعمل نوع من التعلم لكيفية يعني إجراء العنف وارتكاب الجريمة وتكرار التعرض للمشاهد اللي فيها جرم بيخلي الشخص يتجرق على الجريمة يعني حضرتك تقصد الأعمال السينمائية يا عموم آه بالضبط فدي عايزة دراسة والمراجعة ما يبقاش يعني حتى الدراما يجب يكون فيها ردع ما يبقاش على إطلاقه في تفنن في الجريمة وفي النهاية ما بيبقاش الردع قوله بيجي في خمس دقايق في الآخر دي عايزة سياسة إعلامية مدروسة ماذا لو تكلمنا على العلاج أنا يعني بتصور أن العلاج مفروض يكون من خلال أكثر من جهة بحيث شكل منظومة تعمل على بناء القيم بناء القيم اللي إحنا الحقيقة بنعاني منها من أزمة فضيعة يعني في الوقت الأخير من خلال التعليم من خلال الإعلام زي بنتكلم ومؤسسة الدينية لها دور كبير جدا 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 فإنها ترسي قواعد وروح الدين والمساهيم والقيم المعنوية وخاصة إن القيم المادية تعالق على القيم المعنوية في الوقت الحاضر فيه برضو مهمة جدا 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 يبقى عندنا قوة الردع وده من خلال التغليزة العقوبة وخاصة للمناطق اللي هي النائية والعشوائيات وعندنا برضو مهمة أو ثقافة العلاج النفسي إنه نفهم إنه فيه كتير جدا جرائم أنا بشوف إن مرجعيتها لمرض نفسي بيعاني منه شخص لكن أفراد الأسرة ما بتدركش هذا أو لو أدركت بتعتبروا إنه عايب إنه يروح لطبيب نفسي وإنه دي هتخليه تحط تحت طائرة الجنان وإنه هيبقى مجووز الثقافة دي مهمة أو إنها تتغير لإنه إحنا حتى في الإعلام ما بنلاقيش مساعدة لتصحيح الرؤية دي ومن ضمن برضو الثقافات مفروض الثقافة الدينية وخاصة توجه لي اللي هما ماخدوش قسط في التعليم محتاجين لبرامج ثقافية محتاجين لمشروع ثقافي يعمل بناء للضمير وإعادة القيم من جديد وده يعني وزير الثقافة المفروض إنه هو يلتحن مع الإعلام والمؤسسة الدينية والتعليم بحيث إن يخلقوا مناخ المناخ ده هو يبقى طارد للجريمة وفي الوقت يبقى مهيئ لتصحيح المفاهيم المغلوطة وإعادة سياغة القيم من جديد لبناء إنسان متحدر وإحنا طول عمرنا أصحاب حضارة طب دكتور سوسن إيه اللي يمنع تنفيذ هذه الفكرة بالتحديد يعني ما احنا بنشوفش حضرتك في مجلس الوزراء طرحة قضية زي القضايا الإنسانية وزواج الاجتماعية بتبقى محل استمام مجلس الوزراء وإن الهيئات المعنية ولكن بناء الإنسان بعيد عن خطة الوزارة والوزارات المعنية طب يا دكتور مهمة قوي قوي أنها تبقى من الخطط اللي فيه مباشرة بيبقى طول الوقت فيها بحث وهنا فيه فجوة كبيرة جدا ما بين متخذ القرار والبحث العلمي في مجال الإنسانيات طب يا دكتور مهلا على زواهر كتير قبل ما تتفاقم ولكن ما حدش بينظر للدراسات الإنسانية طب يا دكتور ما زعن الألعاب الإلكترونية اللي ظهرت خلال الفترة الأخيرة زي بابجي هل ده بتساعد على معدلات العنف بالضبط بس يا فندم حضرتك خاصة إن الأطفال مقبلين عليها بنسبة كبيرة جدا حضرتك لو فيه تأهيل ثقافي قبل استخدام الألعاب وقبل استخدام النات مفروض يبقى فيه تأهيل قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة بإزاي أنت تستخدمها لصالحك وليست تبقى دارة إزاي أنك يبقى فيه إعمال عقل وانتقاء ده عايز تأهيل ثقافي فيه يعني غيبة غيبة مطلقة في الموضوع يعني مفيش حد يشتغل في الموضوع ده الحقيقة تمام أنا بشكر حضرتك الدكتورة ساوسان فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القوم اللي بحوث الجنائية والاجتماعية شكرا لحضرتك يا فندم على العزين المدخلة أستاذ بدي الدكتورة ساوسان تحدثت عن نقاط مهمة جدا تمام ما فيش كوترة ده تمام هل تتطفق مع هذا القوم هو أنا معيدها في الكلام اللي قالته الدكتورة بالنسبة للإحصائيات بعد 25 نناير مدريات الأمن ومصلحة الأمن العام أصدرت تقارير بزيادة ملحوظة في عدد جرائم القتل يعني يعني القتل مرتبط بالفوضى طالما فيه فوضى وما فيش ردع وما فيش قانون للأسف هتزيد جرائم القتل ولكن الحمد لله يعني بدأت تنحصر الردع مطلوب طبعا يعني جريمة قتل يعني جريمة بشعة وبالتالي أعيدها أن هي تغليز العقوبة ما فيش مشكلة زي ما قلت لحضرتك أن نصوص القانون مش قرآن وبالتالي يجوز تعدلها وفقا للظروف المجتمع هل إحنا بنعاني فعلا من أزمة قياء وأخلاق طبعا طبعا في ظل في ظل في ظل التكالب والتصارع على المال وانعدام للأسف انعدام الضمير وانعدام الوازع الديني وغياب رب الأسرة وكل واحد مجهور رب الأسرة مجهور بجمع لأسف جمع المال ومتطلبات الحياة بيترك ولاده يعني غامسوا مع أصدقاء السوق وطبعا ما تعرفش العواقب هذه الأمور كلها قدت إلى زيادة معدلات الجريمة وزيادة الانحراف وزيادة العنف كل هذه الأمور للأسف أفرزت بلطجية الموضوع مجهش من فراغ نرجع أنت قلت لحضرتك الأسباب بتاعت الانتشار بلطجة قلت لحضرتك في أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية الأسباب الاجتماعية طبعا زي ما قلت لحضرتك البيئة اللي بينشفها الشخص الأسرة الأصدقاء ممكن الأسرة يكون فيها طبعا عدم ممكن يكون يعني الوالد منفصل عن الوالدة أو مريض وبالتالي يكون الابن عرضة للانحراف والاتجاه إلى العنف والاتجاه إلى الجريمة العوامل الجغرافية متعلقة بكسافة الكسافة السكانية زي ما قلت الدكتورة طالما فيك منطقة فيها كسافة سكانية عالية هتلاقي فيها فيها زحام فيها فوضى فيها جرائم قتل كتيرة عكس المناطق الهادئة نوعا ما هتلاقي نسبة الجرائم مش كتيرة لازم برضو نشوف دور الكنيسة والمسجد في 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 ان هم يعلموا النشأ بتعليم الإسلام وان الجريمة لا تفيد وكل الأمور ده هي هترجع المعدلات الجريمة إلى المعدل الطبيعي بتاعها قبل قبل 25 يناير على أقل يعني هي 25 يناير دي فايصل كانت الأمور نوعا ما هدية هي اللي زودت معدلات الجرام القتل وفكة الإحصائيات مصلحة الأمن العام ومدرية الأمن طب هي الدكتورة تكلمت في نقطة وإحنا كنا عايزين نتكلم فيها عن العمال السينمائية كمان العمال السينمائية دائما بيوجه لها الاتهام إنها هي ساهمت بنسبة كبيرة وخاصة العمال اللي بتركز على أعمال البلطاجة إنها ساهمت بنسبة كبيرة في إنتشار العنف وإنها ما بتعالجش وابتضع الحلول لهذه المشكلة ولكن أصحاب الفن بيدفع النفسهم إن إحنا بنرصد واقع عايشينه فإحنا بنحاول نرصد هذا الواقع من أجل علاجه خلت اتفض مع ما يقوله الفنانين ولكن هنجاوب لحضرتك خالي معنا اتصال تمام 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 طبعا الأعمال السينمائية أصبح الممثل هو قدوة لبعض الناس قدوة الممثل الحسن قدوة لبعض الشباب الممثل السيء اللي بيبثل أدوار فيها عنف وبلطاجة وماسك سينجة وماسك رشاش للأسف الأطفال والمراهقين بيتعلموا بيتعلموا وأنا وأكد أن نسبة كبيرة من مظاهر العنف اللي في المجتمع المصري ترجع إلى بعض الأفلام السينمائية وأظهرت الممثل وهو بيقوم دور البلطاجة أنه هو ده الريس اللي هو البوكبوس للأسف العمال السينمائية للأسف أصرت بدور سلبي على العنف في المجتمع وأدت إلى زيادة العنف والبلطاجة في المجتمع المصري طب علاقة هذه المشكلة إزاي زي ما قلت لحضرتك لازم يكون الأسرة لها دور في تربية الصغار لازم يكون المسجد ليه دور لازم تكون الكنيسة لها دور المدرسة لها دور الجامعة لها دور المؤسسات الاجتماعية لها دور الوزارة الثقافة لها دور وبالتالي لازم يتم التكاتف بين جميع مؤسسة الدولة بحيث ترجع الأمور إلى نصابها إيه الدور اللي تقوم به المؤسسات الدينية في هذا الأمر يعني إيه الدور المطلوب منها أو المنوط منها زيادة زيادة الوعي زيادة الوعي تنشئة النشأة على التربية الإسلامية الصحيحة إن الجرائم دي بتفسد المجتمع بتنشر العنف في المجتمع وبالتالي عن طريق عن طريق الموعظة والتوعية كل الأمور بأمر لها ترجع إلى المعدل الطبيعي طبعا ما فيش مجتمع خالي من الجرائم ما فيش مجتمع يعني يعني كل كل العالم فيها جرائم ولكن الأمور فيها فيه يعني في مجتمعات الأمور فيها بتزيد وبتقل حسب ظروف المجتمع خدت البال حضرتك احنا مش في مجتمع ملايكة بمعنى ما فيش مجتمع مساء كل المجتمعات ولكن أهم حاجة أن تكون الجريمة في معدلها الطبيعي ما زدش زيادة مخيفة تأثر على المواطنين تأثر على الممتلكات بتاعت الدو على الممتلكات الخاصة والعامة تنشر الفوضى في المجتمع وبالتالي لازم تكون في الحدود الآمنة هل الوحشي اللي احنا بقينا بنشوفها في هذه الحوادث بتصير قلاكل وخوف بالأسف طبعا يعني معظم الجرائم جرائم يعني مفهاش يعني جريمة القتل دي جريمة بشعة وبالتالي المجرمين بيتفننوا في ارتكاب جرائم بشعة الواحد يعني 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 حاجة تصير الإشمئزاز انعدام الرحمة ما فيش رحمة ما فيش شفقة الأمور ما كانتش كده زمان حضرتك يعني كان كل فين وفين عام نسمع الحظ كل فين وفين لما تلاقي جريمة قتل عام دلوقتي حضرتك الجرنال اللي ارتهولك 95% منه جرام قتل ده حيان الأخ يقتل أخوه أو يقتل أبوه أو يقتل أبوه والدته أو يقتل جدته كل الأمور دي خرجت على السيطرة وأتمنى أن المجتمع المصري يرجع إلى الكيم والمبادئ والفضيلة وعدم التكالب والتصارع على المال كل هذه الأمور نتمنى أنها ترجع لطبعتها وأنا برضو طبعا لازم الشرطة لازم يكون لها دور في الشرطة بتكون بضوء كبير جدا في دورين في دورين للشرطة خاصة أن هي نجحت خلال مبعا وعشرين ساعة في القبضة على مرتكبة ووقعت فتاة المعالي فالشرطة بتكون بضوء كبير جدا الشرطة لها دورين قبل وقوع الجريمة وبعد وقوع الجريمة قبل وقوع الجريمة نشر الدوريات نشر الدوريات الدوريات المترجلة الدوريات بالسيارات بالدرجات بالزوارج طبعا في الأماكن اللي فيها بحر أو نهر النيل الدوريات دي وجود رجل الشرطة في الشارع بيبس الطمأنينة في نفوس المواطنين بالإضافة أن رجل الشرطة بمجرد ما المجرم يلمح رجل الشرطة بيفكر ألف مرة ومرة أنه يرتكب الجريمة وبالتالي الانتشار الشرطي عن طريق الدوريات وعن طريق الأكمنة السابتة والمتحركة وعن طريق الحملات التفتيشية اللي بتقوم بها وزارة الداخلية هذه الأمور بأمر لها أنا متوقع أنها تقضي على البلطجة بنسبة 90% الأمر الثاني الدور اللي بتقوم بها وزارة الداخلية بعد وقوع الجريمة مراكبة المسجلين بعد المسجل أو البلطجي ما يقضي لعقوبة السجن بيطلع طبعا فيه عقوبة تبعية العقوبة التبعية دي بتكون بنفس يعني بتكون مساوية لمدة السجن لو تحكم عليه بخمس سنين بيتحط تحت المرأبة لمدة خمس سنين الشرطة بترأبه بحيث ما يكونش خطر على المجتمع الأمر الثاني للشرطة بعد وقوع جريمة البلطجة تنفيذ الأحكام القضائية أو الجنائية التي تصدر ضد البلطجي الأمر الثالث مهمتها وفقا للمواصيك والمعادات الدولية محاولة تأهيل وإصلاح هذا البلطجي عن طريق الرعاية الصحية عن طريق الرعاية النفسية الرياضية بحيث يرجع هذا المجرم هذا البلطجي يرجع إلى المجتمع المصري مواطن صالح يبني ولا يهدم طيب ما هو بيتم معاه هذا داخل السجن إصلاح ويتعلم صنعات صنع من أجل أنه يرجع يشتغل بيفضل أنه يلجع إلى السرقة ومفضل أنه ما يشتغلش أو يمارس الصنع نحن برضو هنقول بشره ولا تنفره يعني ممكن فيه ربنا بيصلح الحال كل المجرمين بتطلع من السجن بترتكب جرائم ممكن واحد بيطلع بيتوب بيتجه إلى عمل شريف طبعا مع مراكبة الشرطة الشرطة بتتابعه المراكبة دي لو ظابط المباحث الظابط المباحث اللي بيراكب ده البلطجي بعده خروج من السجن لو شاف أنه فيه مخالفات بيقوم بيها بيحرر محضر والمحضر ده بيتعامل جنحة وبيبعث هذا المتهم إلى النيابة التي تخشونها وبالتالي فيه متابعة من الأسام ومركز الشرطة وحدة المباحث لهذا البلطجي بعده خروجه من السجن لو لقى فيه تقويم وأنه ربنا صالح حاله خير وبركة فيه إعوجاج فيه خطر على الأمن العام بيحرر محضر بالكلام ده هوته وبيبعثه للنيابة والنيابة بتتخش شؤونها وبتنزله طبعا قضية وفقا للمحضر اللي تم تحريره من قبل زابط المباحث تمام فيه صغرات أحيانا بيلجأ ليها اللي بيقوم بحد صدقات لها وترويع المواطنين إنه بيقولك أنا عامل النفس بتاعي مش كانش كويس إن أنا بعمل معاملة الأطفال شايف المحاولات دي إزاي يعني عشان يفلت من العقوب إزاي يتم كشف هذه الألعاب تمام طبعا كل قضية أقولها ظروفها والكلام ده طبعا ما نقدر شنوكم على الحاجة إلا عن طريق المحضر اللي بيتم تحريره لو متهم بيدعي إنه ارتكب جريمة قتل مثلا أو ارتكب أي جريمة وادعى إنه هو مجنون أو معتوه طبعا المحكمة بتحيله للطب الشرعي بيوقع كشف عليه بيشوف الكلام ده هو فعلا يعني غير مسؤول عن أفعاله ولا بيستعبط ولا ولا إيه بالظبط كل أمور دي الطب الشرعي بيحدد إن الرجل ده فعلا ارتكب الجريمة تحت تأثير عامل نفسي أو تأثير مخدر أو أي أشياء أخرى وبتبعى التقرير المحكمة وفي ضوء هذا التقرير المحكمة بتصدر عليه الحكم المناسب وفكة لما بتشوف المحكمة ماذا عن القتل الخطأ تمام عقوبته هل بتصل للإعدام برضو لا القتل الخطأ لا مش بتصل للإعدام في أغلب الأحوال قتل الخطأ طبعا أحيانا فيه ممكن قاضي بيدي سنة فيه قاضي بيدي ستة شهور فيه قاضي بيدي غرامة فيه قاضي بيدي غرامة أصلا هو برضو هو لم يتعمد القتل ما تعمدش وبعدين الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي سلاس الخطأ والنسيان وما استكروه عليه الخطأ أنا ماشي أنا ماشي في أمان الله وفجأة واحد وقف قصادي وخبطته حركة إرادية أنا مش زنبي هو خطأ المجن عليه يعني فيه قاعدة قانونية بيقولك خطأ المجن عليه استغرقه خطأ الجاني وبالتالي القتل الخطأ لا يقرن بأي حال بالأحوال بالقتل العامل القتل العامل يبقى فيه إصرار أو فيه وفقا لنص المادة 230 عقوبات من قتل نفسا يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يعاقب بالإعدام يعني فيه إصرار وفيه تعمد غير القتل الخطأ خالص دي حاجة ودي حاجة تانية المواقع التواصل الاجتماعي أو التطور التكنولوجي الحديث التطور التكنولوجي هل له دور كبير في نشر العنق طبعا والجريمة طبعا مواقع التواصل الاجتماعي زي الأعمال السينمية بالضبط لما تتفرج على فيلم أو مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي فيها فيها عنف وفيها قتل وفيها استخدام للأسلحة كل الأمور دي بتأثر على الشخص وممكن أن الأطفال يقلدوه وممكن أن الكبار يقلدوه وبالتالي لها دور سلبي للأسف في انتشار العنف والجريمة في المجتمع المصري إزاي يتم تعديل سلكويات المجرمين؟ تمام يتم تعديل سلكويات المجرمين؟ بالعقوبة بالعقوبة العقوبة المناسبة العقوبة المناسبة لما مجرم يرتكب جريمة حضرتك ويتعاكب هيكون عبرة ليه وعبرة للأمثاله أما عدم تنفيذ العقوبة عدم تنفيذ العقوبة هيؤدي أن المجرم هيعاود ارتكاب الجريمة وهيشجع الآخرين ارتكاب الجرائط المثال على ذلك أنا حضرتك تعدت على حضرتك أو أنت تعدت علي وروحت عملت لك محضر عملت لك محضر والمحضر ده راح النيابة والنيابة نزلوا تجلسة وخد حكم الحكم ده للأسف ما تنفس لأي سبب الأسباب الأمر ده هيشجع الجناة والمتهمين أنه يقرر هذا الفعل مرة أخرى وبالتالي يجب تنفيذ الأحكام القضائية على جميع المتهمين وجميع المجرمين على أساس ما في حدش يفلت من العقاب ده قاعدة أساسية أنت عشان تحد من الجريمة لازم عقوبة مغلظة زائد تنفيذ هذا الحكم عايزين نتكلم عن الدور المجتمعي في الحد أو كبح معدلات العنف وانتشار الجريمة تمام لابد أن يكون هناك دور المجتمع إيه الدور المنوط دي اللي بيقوم به المجتمع المجتمع متمثل في الأسرة اللي هي النواة الأساسية لهذا الشخص متمثل في الأسرة متمثل زي ما قلت لحضرتك في المسجد متمثل في المؤسسات الإعلامية المؤسسات الإعلامية لها دور كبير في تربية النشأ وتوجيههم التوجيه السليم بالإضافة إلى المدرسة بالإضافة إلى الجماعات كل هذه المؤسسات هتساهم بطريقة أو بأخرى في التربية السليمة الصحيحة وتجعل من هؤلاء المواطنين صالحين بيبنوا وما بيخربوش ومش بيميلوا لأعمال العنف أو البلطجة في المجتمع المصري أنا عايزة أسأل حضرتك السؤال عايزين إحنا ناقشنا أسباب المشكلة وإيه الدور المنوط بيه تقوم بيه المؤسسات في مؤسسات زي الأزر الشريف والكنيسة عايزين نضع في عجالة كده روشتة زي ما نسميها روشتة ليه الحد من انتشار العنف والجريمة وخاصة أن إحنا بقينا بنشاهد حتى العنف وصل والجرائم بدأت تزداد في الأسرة بقينا بنشاهد زوج بيقتل زوجته وزوج بيقتل ابنه وزوجها بتقتل أولادها ما كانش ده موجود نهائيا عايزين نتكلم حضرتك نوضع روشتة كده يعني إحنا عادش معنا اللي ديئتين فعايزين نتكلم في الحلول المقترحة أو روشتة لعلاج هذا الأمر للأسف يا سيد محمد 15 سنة اللي فاتوا المادة والتكالب والتصارع على المال طغى على القيم والمبادئ وبالتالي يجب الرجوع إلى السلوك القويم يجب الرجوع إلى الدين الحنيف يجب تربية سليمة في المدرسة في الجامعة في جميع المؤسسات بتاعت الدولة كل هذه الأمور بأمر لها تؤدي إلى انخفاض معدل الجريمة كل هذه الأمور هتؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة وزي ما قلت لحضرتك دي ظاهرة طارقة يعني وفقاً للمحطيات والظروف اللي إحنا فيها يعني جرام القتل زي ما قلت لحضرتك ما كانش بالطريقة قبل 2010 قبل 2011 قبل 25 يناير ما كانش بالطريقة دي اللي زوتها الانفلات الأمن اللي حصل في أعكاب الثورة وبالتالي بأمر لعشمنين أن هي الأمور ترجع على نصابها وتعود معدلات الجريمة المعدل الطبيعي زي ما قلت لك إحنا إحنا مش فيه مجتمع ملايكة وارد أن فيه جرائم ولكن تكون في الحدود الآمنة هل من سؤال الأخير لحضرتك هل هناك دور للمحامين في هذا الموضوع وخاصة إحنا بنجد محامين بيدافعونا عن القتل والله كل قضية ولها ظروفة كل قضية ولها ظروفة أنا لو أنا شايف قضية فيه قضية أنا مقتنع أن الشخص ده بريء هترافع عنه وربنا يكرمني أجيب له براء لو مش مقتنع عنه بريء خلاص أنا مش هتولد دفاع عنه يعني دي بترجع لضمير الشخص أو ضمير المحامي إذا أيقن أن هذا الشخص بريء هيدفع عنه هتولد دفاع عنه أيقن أنه هو مجرم وارتجب هذه الجريمة ممكن يتنحى وإيه سيبها لأي حد يترفع عنه خذت البال حضرتك يعني بتتفوت من شخص الآخر آه تمام الحقيقة لا يوجد مجتمع مثال ولا يوجد مجتمع خالي من الجريمة وإحنا بنتكلم في حليتنا النهاردة كان هدفنا أن إحنا نسلط الدوق على الأسباب الحقيقية للأخبار إحنا بنقراها كل يوم عن جرائم القتل وعن جرائم العنف حتى العنف الأسري اللي بقينا بنشهدها خلال الأولية الأخيرة هدفنا أن إحنا ندرس هذه الظاهرة وده مش معناه أن المجتمع بدأ مهدد أو فيه مشكلة حقيقية بتواجه المجتمع لا مجتمعنا سليم ومجتمعنا إن شاء الله هيكون فيه هيتم القضاء على هذه الزاهرة بالتحديد وخاصة إذا التزمنا بالقيم الأخلاقية التي تربينا عليها التزمنا بدنا اللي نبذ العنف ونبذ القتل وحرم القتل وفي نهاية الحلقة أحب أشكر ضيف للشرفني معي المستشار بغري عبد المحسن المحامي بالاستناف العالي ومجلس دولة شكراً حضرك في هذه الحلقة وشكراً لمشاهديننا الكرام وتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجاب حضراتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله انتظرونا لأربعاء القادم شكراً